طيب انا معي التليفون دلوقتي مهم مع الاستاذ وليد عبدالوهاب رئيس هائد استاذ القاهرة الدولي يا فندم صباح الخير حضرتك مشرف ومنور صباح الصل عليك وعلى برنامجك الجميل وعلى استاذ المشاهدين ومشكرين على اهتمامك بالستاذ القاهرة ده احنا بنحب استاذ القاهرة ده حب اصلا اقولك حراك حاجة اللي بيتكلم قدامك دوت احنا عشنا في استاذ القاهرة انا اقول لهم انا حافز الكراسي بتاعت استاذ القاهرة مش انا بس بقى ده انت هتلاقي كل المصريين استاذ القاهرة ده بالنسبة لهم حاجة مهمة جدا انت كده يعني دخلت في الكلام المفيد يعني نفس الشعور اللي عني ده استاذ الرعب استاذ مصر حاجة يعني مفخرة لنا كلنا عظم جدا طيب الاستاذ هيعود ان شاء الله باذن الله فقابها صورة ليه في مباراة سيراميك لوباترا والزمالك غدا ولينا بقى كان الاستاذ غايب علينا ليه الفترة اللي فادت دي كلها استاذ القاهرة ما كانش غايب خالص استاذ القاهرة فترة راحة زي الدوري ما ارتاح الفترة اللي ارتاحها احنا عملنا السيانة بدينا يوم واحد عشرة والحمد لله من يومين او ثلاثة يام انتهينا من السيانة وما فيش اي حاجة خالص غير يمكن المرحلة الاولى من الدوري اللي ماتش واحد بس هو اللي مش اتاخرنا يعني هو اللي عدانا بس بس هو ده لكن الاستاذ بكرة الاستاذ بكرة هنتشوفه منور وفقابها صورة باذن الله ان شاء الله بكرة اوعدك هتشوف حاجة جميلة جدا جدا تليق بمصر وتليق ببلدنا الجميلة دي وان شاء الله هيكون فقازها صورة باذن الله ان شاء الله طيب استاذ الكاهرة هل هيبقى فيه اجراءات جديدة لدخول الجمهير في استاذ الكاهرة هل في بوابات جديدة ولا نفس البوابات اللي احنا متعودين عليها نفس السيستم نفس كل حاجة تذكارتي الشركة الافرقية مؤمنة نفس السيزن اللي فات بالزبط هو هو بل بالعكس انت السناء دي هتبقى الدنيا خلاص الناس كلها عرفت تذكارتي الناس كلها عرفت الشركة الافرقية عرفوا السيستم ماشي ازاي يعرفوا البنق دي. فالأمور السنين دي انا شاف ان هي هتبقى احسن بكتير من السنوات السابقة. عظيم. في عندها تانية تلعب غير الزمالك على السادة الكهرة هذا الموسم? ان شاء الله عندنا الزمالك. عندنا سيراميكا كيلو باترة. وده اول ماتش ليها بكرة ويشرفونا على ملعبهم. هاي. عندنا البنك الاهلي. ده تلات فرق دوري ممتاز. تلات فرق دوري. وعند نا فرقتين ممتاز به. آآ نادي زد ونادي ودي دجلة. هايل جدا. هايل في البرنامج هنا وهقولها لحضرتك. وهي فرصة احراك معي النهاردة. الواحد شاف استادات كتيرة في العالم. احراك بتشوف دايما المحل. اكيد حراك زورة استادات في العالم. محلات. محلات اكل. محلات لبس اللول. وفنزون. واماكن طرفهية. انا نفسي استاد الكهرة ده يبقى مكان خروق. خاصة استاد الكهرة تحديدا في مساحات حواليه تسمح بدا. فنفسي اخش استاد الكهرة ده يبقى فيه احتفالية قبل ما اخش المدرجة فرج على المباراة. اشوف فرق بتلعب مزيكة. اشوف مكان باكن منه. اشوف مكان بلبس منه او بشتري منه لبس. ده استاد الكهرة في مخيلتي. هل في ما يمنع ان احنا نعمل ده? انا ده ده حلم. انا كنت في الساد موسكو السانة اللي فاتت. هاي. ومن فترة كنت في آندهوفن. آآ روحنا الاستادات دي كلها وشوفنا وبن وبنشوف ايه اللي ممكن نقدر نعمله. انت بس هنا فضلنا بس الثقافة الرياضية يعني ان شاء الله دي بيتيجي واحدة واحدة معنا. ومغرد ما السقافة الرياضية دي آآ تتحقق. هتقدر تعمل كل اللي انت بتعمله ده. هتقدر تعمل برندات. تفتح محلات. تعمل آآ آآ شو لأي فرقة انت ممكن تدخيلها تكون عندك في في موجودة في الساد القاهرة. كل ده بس في الوقت الحالي انت ظروفك لسه من الصمحة. انت بتحاول تعمل الشكل العام. لكن ده حلمنا. نحن حلمنا زمان ان الساد القاهرة كن نعمل آآ آآ ارضية مضاهية زي اي ملعب في اوروبا والحمد الله عملناها. صحيح. فاللي في المستطاع اللي احنا بنقدر نعمله. الدولة ما تتأخرش علينا باي حاجة تماما. سابت الوزير ما بيتأخرش على الساد القاهرة باي حاجة. اربعة وعشرين ساعة الساد القاهرة في اولوياته. لكن الحلاج بتتكلفه ده نفسنا نعمله ان شاء الله بس لسه الوقت بتاعه مجاش. زي ما بيقوله كسا. هاي. طيب. الفترة اللي فاتت شوفنا على الساد القاهرة احتفالات فنية وابنتات كتيرة او في هذا الصدد. هل ده مخطط له للفترة القادمة ولا كان استثناء فقط لحد ما يبقى فيه مباريات في الدورة. احنا ان شاء الله بوعيدك الفترة الجاية دي من هنا لحد ما السادة تخرص كده تحتفالات وهتلاقي عروض ديزمي وهتلاقي حاجات كتيرة جدا جدا جدا. الفترة جاية على السادة القاهرة. احنا عندنا جدول زمني لحد شهر خمسة. السنة القادمة ان شاء الله بطولات دولية وبطولات محلية. وافركية على ارض السادة القاهرة. هاي. دي الحاجات الحلوة بقى. الحاجات اللي هي ايه بتزعل. اخبار المديونات اللي على اتحاد الكرة والاندية ايه. انا قد سيبه لك دي في الاخر عشان ناخد الاولي الكرام الحلو بعد كده. نلم نلم فلوسنا يا فندم بعد كده انا وحضرت. احنا طبعا اه لصادة القاهرة السنة دي في عرض اه اقولك ايه كل جنيه يخش فيه. اه. لكن اه احنا بنعمل اللي علينا واحنا ما نقدرش ليه لحدود. اه. يعني انا انا كمدير تنفيذ لايه لصادة القاهرة. اه. لقى حدود معي انا بشتغل عليها. بعد كده انا باعرض للسلطة الاعلى مني. هي تقدر انها تتكلم في النقطة دي. اه. طبعا فيه مديونيات اه فيه مديونات كتيرة جدا. اه. على الاندية. فيه مديونات على الاتحادات. بس طبعا ست الوزير مشكورة. مديونات الاتحاد. الاتحاد دبعا بيحاول ان هو اه يزبطانا من خلال الحاجات اللي هم بياخدوها من الوزارة او الحاجات اللي ستات الوزير بيساعد بيها الاتحادات من الوزارة. بيقدر يغسل منها المبالغ المستحقة على صادق قاهرة. اه. بيساعدنا بصراحة في الموضوع ده كل سنة. فالمشكلة بس تبقى عندنا الاندية. الاندية بس. اه الاندية بس. هي دي في الفترة الحالية. وبنحاول ان احنا نحل فيه طبعا بعض الاندية بدأت ان هي اه تتجاوب معنا. وان شاء الله يعني في خلال الوقت قريب جدا هنحاول نصفر المدينة دي ان شاء الله. ان شاء الله. ستاز وليد عبدالوهاب رئيس هاية صادق قاهرة الدولي. انا بشخص حالك شكرا جزيلا على هزي المداخلة. ستاز الكهرة ده حكاية. حكاية. جلنا تحديدا والاجالة قبل كده. عاش في استاد الكهرة ده. انا فاكر كل بوابات استاد الكهرة. كل بوابات استاد الكهرة. عدت من عليها. درجة تالتة درجة تانية. بوابة قد الرجدان. بوابة شارع النصر. بوابة المناصر. بص كل البوابات عدين عليها. كل الدرجات. كل كرسي في المدرجات. كل كرسي ليه زكرة في استاد الكهرة. استاد تاريخي وعظيم وجميل ورائع. ونفسي نفسي. طول الوقت. يبقى عليه مباريات. نفسي دايما يبقى في احسن حالة. نفسي دايما. اصدوق. استاد الكهرة ده بالنسبة لنا. اثر. مش مجرد ملعب كرة قدم. اثر. تاريخ استاد الكهرة ده. تاريخ طويل وعريض جدا. طيب. اشتركوا في القناة